السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في هات اللايف المبكر يعني ندينا شوية بكري ليوم السبعة نوفمبر سمعولي لأنه زربنا شوية إذن هذا لايل بيوم السبعة نوفمبر اللي يسجلوا فيه من الأسف يعني شي خطير شي خطير اللي وقع اليوم في شرب الشيخ بمناسبة قمة المناخ كوب السبعة وعشرين اللي حصل وأنه عندما جي تتبون اللي حطاتوا تغمى العسكارية رئيس جمهورية الجزائر أول مرة في تاريخ الجزائر نشوفوا صورة تذكارية هذه صورة تذكارية لرئيس جزائري معه الرئيس دولة إسرائيل هذه كانت تتبان واضحة هاولي كتبون كيل فاردائر هاولي كوين راه تشوفوه مطرف خلاص اليمين و رئيس دولة دولة إسرائيل جاء غراء بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات صورة هذه تعكس نفاق وكذب عصابة الحاكمة في الجزائر وممثلها ليحطين كله تبوني كاين بعض الناس اللي اللي غالب ما عارش ميز ما بين صورة تذكارية تجي هكذا توقف تصور في الأخر وصورة في محفل في كذا يتلقى فهذا الشي اللي حصل البوتفليقة مع إيهود باراك في جنازة المريك الحسن الثاني في المغرب هالي جاءت صدفة انه تلاقاه بو تخمسوا ولكن اللي يحصل هو انه أول مرة يجي يشارك أولا رئيس جزائري في ملتقى يحظف فيه ممثل دولة الإسرائيلية أول مرة لم يحصل من قبل وبعد يجي ويوقف ويتصور يجي يوقف ويتصور هذا أول مرة يحصل هاهليك الخيانة اللي يتكلموا عليها زا ما تبون وغداد ناشتاك في طبيع وغداد منها ومبعد يجي وتوقف وتتصور زيت أكثر من هك الحقرة اللي يدارونه رموه هالي طرف طرفوها شوفوا ينراهو هايليك الصورة شو ينطرفينو واخرين كامل القدام كامل القدام شوفوا أصحاب العمايم ولي الأحد السعودي ورئيزه للإمارات السيسي كلهم جايين للقدام وطرفوها رموه هاللورش محبط راسو كيل فار هاولي كنا أنا احتجي فيها ميدايون محبط راسو كيل فار وعليش محتجش وقلق أنا ما نحضرش ما ننشارجش في ندوة فيها ممثل إسرائيل ما نجيش ناس في الرياضة رياضيين حتى علاقة بالسياسة ينسحبوا من المشاركة لما يكون فيه ممثل إسرائيل في اللعبة وضحاوا بميداليات ذهبية وبرنزية وفضية يعني بإلقاب عالمية بإلقاب دولية في حتى جدوقة اللي يعني مساره الرياضي توقف حيث تبوه أنه الفيدرالية الدولية للمصارعة تجدو ضده بعشر سنين توقيف يعني خلاست نعم ولكن السيد مشاه قال ما شاركش ما نتسارع شمال وما كانش يعني رح يتسارع معاني لو تأهل إسرائيل يرياضي ولو تأهل لذلك الانتقى والله بيموت جرد أن يكون فيه واحد ممثل إسرائيل قده ما نجيش ما نشاركش هاي المواقع كم من رياضي بطل المشاركة انت تبوهنا رايح يشاركوا علاش يخي قال في أحدى خطابات يقلك أنا ما نمشي غير كي تكون ضرورا ينتنقل شكرا إلا فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج مشاهله ها وشي ما حتى معلك هلقاي السعيد ما راحش هاو كي مزافي ما راحوش وانت وعليه وش مديك وش فراك في المناخ وفي العرق كاش ما نعرف تزير تكلمنا على المناخ تكلمنا على البيئة تكلمنا والو انتا مشي دور في شوارع جزائر العاصمة قسنطينة ووهر نصطيف تعطيك صورة على البيئة الدولة محافظة على البيئة الاوسيخ والقذورات بارتو في كل جهة هذا يدل على انه ما كانش اهتمام بالبيئة ما كانش اهتمام بالبيئة المناخ ما كان حتى شي اللي ادير عليه جزائر قال لحفاظنا على المناخ ويلا ووشي داير مسجلين هذه القائمة موجودة ثلاثة وستين رئيس دولة مسجلين باش ياخدوا الكلمة في قمة المناخ تبون غايب ما وش رح ياخد الكلمة ما لا وش رح يدير وش رح يدير ما وش رح تاخد الكلمة ما وش داك نحنا نستغرب ومبعد جي تاخد صورات الفكارية مع رئيس دولة اسرائيل وش رح يدير وش رح يدير ويزيدوا يبهدلوا بك يبهدوا في الطرف يحطوك في الطرف الاخرين يجوا يتحطوهم القدام ها لي شو في الصور شو اسسي ورح شو اسحاب العمام كامل ورا يزور اسرائيل وراه او انا دايم معلمين عليه هالك دايرة خضرة جاء وراه شيخ زايد ها وهو امتر فينوا بعتنوا لهيه رح لهيه بعد حاوسنا عليه بلالوب باش صبناه لانه فيو على الوقت قلنا وقيله ما جايش باش في الوقت يرانوا يتصوروا كان في بيت الراحة عشام لي اسمه ولا ما حبش يتصور لانه كاين رئيس دول اسرائيل قالنا من ليش ما تصورش تريبيا موقف لكن ما عندوش شجاعة باش يقول ما تصورش معاه لا قلنا ما تصورش ما تشاركش من المفروض ما تشاركش ما تكونش في نفس القاعة معه ممثل اسرائيل هذا يعني اعتراف بدول اسرائيل هذا اعتراف هذا اعتراف ضملي هذا اعتراف ضملي لما اه ياخد الكلمة ممثل ترى تيوم ليجي تسمع له ترى تسمع له ما شرح تغادر القاعة من المفروض تغادر القاعة من المفروض باش حيبك ما تستعرفش به ما دام تتشارك في حدث تلك في اسرائيل بيممثلها خلاص راك ما تستعرف بها راك ما تستعرف بها راك ما تستعرف بها راك ما تشارك تخرفوا التطبيع ومتطبيعوا ومتطبيعوا لعلاقاتوا ها نوالوا ها قاعد تكذب عليها قاعد تكذب عليها قاعد تكذب على الشاب راك ما تشف تكذب عليها ولا ديالك ها السيد يكذب اكثر من لي يتنفس يكذب اكسيجانا بالنسبة لي ها اكسيجانا بالنسبة لي لكذب يتنفس لكذب هذا تبون يتنفس لكذب الى يومنا هذا ما شدنشع عليه كلمة صادقاء كلمة صحقا لها الى يومنا هذا الى يومنا هذا رفعنا اول مرة شوف الشي اللي يدير فيه تبون وحي ما داروا اول مرة فيه اجتماع اجتماع امني على مستفى القمة يحضر فيه رؤساء الجمهورية ورؤساء الاجهزة الامنية مع فرنسا اول مرة اول مرة رئيس دولة فرنسية يغادر الجزائر ومرفق بسرب من الطائرات الحربية واشهد الشيتا واشهد الانبطاح واشهد الشي واشهد الشي يغير الجزائر نقرر الانجليزية في الابتدائي تلعبوا في مستقبل ذرالي صغار تلعبوا في مستقبل اجيال واشهد المستوى شكو اللي سيقررهم اللي يقرروا عمرهم احتروا رجلهم في الانجليز عمرهم ما سمعوا انجليزي يهدر تلعبوا تلعبوا الانجليزية في الابتدائي وعمل يقعلك في الجامعات المسخروبين ولا ما كفاش النقبة اللي يراه يففل في القطاع التعليم نزيدوا عليها هكذا تضرب فرنسة انت فرنسة شييت ومباطعت الماكرون انزل عمرها مسارات 16 نوزير فرنسي في الجزائر حكومة كاملة تنقلت للجزائر ومن بعد ما كان حتى شي الفرنسيين ما ستتمروش دول ما كان حتى شي مزيد تبهذيلا تعال جماجم يبعثلك دمغير بتاع الناس يعتقد انهم جزائريين واحد كان بوندي واحد كان نخدم عن فرنسا واحد كان نقضاء وجايبينهم هنا ويبكيوا ومغطينهم بالعالم الجزائري وطبون ينحاني ها من تبهذيلا شكون يمزاد عنده وجههم مقذر ويكون وجههم مقذر تاع الصح باش يدفعلي على هذا طبون ولا يقف معه ولا يقولك لا 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 ما عليه ولا يبرروا شي يراوي وزاد اليوم يكملها بالاعتيارة في دومة اسرائيل لانك لما تشارك في ندوة حاضب بيها من الممثل الإسرائيل لكن ما اعترف بيها لكن ما اعترف بيها لا اعترف بيها جاي شاركوا ممثلين تاع العسكر في الاجتماعات تاع الناتو وتاعكدا قال قال ما اناش على مستوى دوله ولكن انا على مستوى الدولة يا اسي محمد رؤسة دول تحذرش ما تروحش قال ما يمشيش هنا قضية فلسطينية اقبل كل شي اين انت تقولي محمود عباس حظر محمود عباس مطبع محمود عباس مطبع وتبون عمره ما تجرى يقول له اسمع اسي محمد كي استوين ما تجي عندي تروح تلاقى مع وزير الدفاع الاسرائيلي تستقبل ويجي عندك وغير الخير ما يجراش يقولها المحمود عباس قال هيك الشاك وروح وسبعتاش في الميار مدراها من يجبون دول فلسطين تمشي باسرائيل اي نعم زيت دعم دول اسرائيل حبيد دعم فلسطين بعثهم ماكرة بعثهم مقشة بعثهم زيت بعثهم سميد بعثهم حليب اسمحوني ما عندناش حنا ما انصبناش تحليب وزيت وسميد كسنا بعثهم الفلسطيني ايه احنا مزنا اعطيهم دراهم وخلي اسرائيل تختص بعثاش في الميار لانه ماكاش ببنك فلسطيني ماكاش عملة فلسطينية الفلسطينيين يتعاملوا بالعملة اسرائيلية بالشكل يتعاملوا بالشكل وماكاش مؤسسة مصرفية فلسطينية بنوك اسرائيلية وبالتالي الشاك كان يتمدوا بجزائن فلسطين يمشي للبنك الاسرائيلي والبنك الاسرائيلي بطبيعة الحال كباقي البنوك يأخذ 17% درب 17% مليون دولار من المئات مليون لدي 17% نعم درب جزائر وين يذهبوا يذهبوا لإسرائيل بعد يتحل الفم ويقول لك تطبيعهم من تطبيعهم جزائر ومن جزائر وفلسطين وقالية فلسطينيات تجرب الفم تجرب الفم وقالية فلسطينيات تحتاج تقف معها على الصحر هذه اليوم ذهرت على طبيعتك هذا بكل موضوعية ونهنا نتعامل مع الخطاب بتاعه يعني نقول له هاو الخطاب ديالك هاك وشا راك تقول كون على مستوى كلامك شفناه كيف أشف القمة العربية لا كلمة على التطبيع لا كلمة على التطبيع كلمة على التطبيع كي يرحوا العربة قال لك المغرب خداع الفلسطينيين كي يطبع مع إسرائيل هاي وليه هاي ما قداش في القمة ثانية كلمة واحدة على البوليزاريو ما قالهاش في القمة العربية تمسخر بالبوليزاريو تمسخر بشأن الناس مساكن مرميهم في السحاري عراية حفاية ها مساكنين في القواطن هذا هو الأحر هاكذا تجربة يوم حتى ولوا هاكذا كبرك قال يا أخي في القمة نعرف عضوية البوليزاريو نسمح بالرسالة من البوليزاريو للقمة العربية خلي خلي البوليزاريو هذا كبراهيم غريبة ثبري يلقمة العربية و يطلبوا العضوية و خليهم يا هراح نعرف ذلك على الأقل هراكوا فيه للمبادئ ديالك ما بقيت المبادئ ليفويو ليش كان عندهم مبادئ واحد العريان ليش كان عندهم مبادئ العريان ليش كان عندهم مبادئ ليفويو ليش مبادئ معروفة المبادئ اليوم بتاع العصابة هذه تتغير حسب الزمان والمكان تتغير حسب الزمان والمكان اذا جمع هراهم ضد البوليزاريو ضد العقل احنا ما نتكلم مش على البوليزاريو و السكتور اذا جمع مع التطبيع احنا ما نتكلم مش بليرانا ضد التطبيع اذا جاء حادث فيه الرئيس دولة السرايليا نجو نحضرون السكتور هاك ونبعز يتخبى كيلفار شوفوا شوفوا هاك 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 ينمش بلك هاك هاك قال